معكم المشوار في برايم تايم ونبدأ معكم بقرار وزارة التعليم العالي بيبش نحكيو على فيما يتعلق بعدد الناس اللي يتوفيوا سنويا بسبب التدخين نحكيو ما بين 10-11-1000 تونسي يتوفيوا سنويا جراء التدخين بصفة مباشرة في حين يكون التدخين سببا في 82% من وفيات أمراض القلب والشريين والجلطة الدماغية والسكري والسرطان وتبلغ كلفة هذه الأمراض ثلثي ميزانية وزارة الصحة العمومية اللي تخصص 60% من ميزانيتها لقاومة الأمراض السارية اللي يعتبر التدخين سببا في انتشارها ولتوفير الأدوية اللازمة لها دونك بش نحكيو على ما تم الإعلان عليه بعد ما قررت رئاسة الحكومة الإعلان على توثقية مفاق لوضع خطة عمل لمكافحة التدخين في تونس بعد صيحة فزاعة بسبب هالأرقام هذية دونك المنشور اللي أعلنت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن تحجير التدخين بكافة هيكل ومقرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك بالمؤسسات الجامعية وفضاءات الإيواء والإطعام بموجب دخول المنشور هذا المؤرخ في 24 أعوة 2023 ومتعلق بتحجير التدخين بكافة هيكل ومقرات وزارة التعليم دونك المنشور هذا يدخل حيز التنفيذ بداية من البارح البارح الثلاث دخل المنشور هذية حيز التنفيذ دونك يحجر بمقتضاه التدخين بكل هيكل ومقرات الوزارة المغلقة منها والمفتوحة كمكاتب الموظفين مكاتب الاستقبال القلبهو الأروقة دورات المياه المصاعد قاعات الاجتماعات مأوى السيارات والحديق يعني مدام حتي تسيقك في أي مقر تابع لوزارة التعليم العالي حتى لو تقول أنه في الفضاء الخارجي في الحديقة راه ممنوع بكل المؤسسات الجميعية كفضاءات التدريس والمكتبات والساحات والمخابر وفضاءات الإيواء والإطعام كلها والمخالف يتعرض إلى التابعات التأذيبية بصرف النظر عن العقاب الجزائي المنصوص عليه بالقانون المتعلق بالوقاية من مظهر التدخين وما لهذه الأفة من تأثير دونك بشي تم وضع علامات تحجير التدخين وفق الأموذج المحدد وستتم دعوة النوادة الثقافية بالمؤسسات الجامعية إلى تنظيم أنشطة وتظاهرات ذات سيلة دونك تحجير هذا بكافة هيكل ومقرات الوزارة جاء بعد ما أنظات وزارة التعليم المثاق هذية مثاق مكافحة التدخين بالجمهورية التونسية ما نعرفوش إذا فم وزارات أخرى بشتمشي على مثل هذا النحو إلى حد الآن لم تصدر إلى حد هذه اللحظة أي بلاغات أخرى من بقية الوزارات غير البلاغ لأصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة نهار 31 مني 2023 اللي قالت وقتها بأنها بشتصدر منشور لمنع التدخين بمؤسسات التفولة فما نعرفوش إذا كانت بقية الوزارات مش تمنع التدخين على غرار وزارة التعليم العالي منذر ماذا رأيك في المنشور هذا في هالقرار في طريق تطبيقه وتداعيته بلنسبة المنشور في مكانه في حقه المنشور مفروض أنه يكون عام لكن في المنهجية يظل يفهم مشكلة مفروض رئيسة الحكومة هي اللي تصدر المنشور عام وشامل على كل المؤسسات هي عملة ميثاق ورئيسة الحكومة وفما وزارات بشتم بي لا ما هيش دول مستقلة الوزارات رئيسة الحكومة هي من يقرر أنه داخل كل الهياكل الرسمية دون استثناء أو تمييز فيه تطبيق صارم لمنع التدخين هذا المنطق شي يقول إذا نحن عنا لدو تيار نتعى البيجي نتعى وزارة الصحة ماشي الأمراض الخطيرة أنا نقول إن شاء الله وزارة الصحة تمضي على الميثاق زي اللي إن ورا ونمشي والسبيتارات نتقول العبيد تتكيف في وسط السبيتار داخل السبيتارات أنا مش نقول وزارة الصحة وزارة الفلاحة فما الدولة واحدة فما هيكل واحدة فما رئيسة حكومة هي تقول كل الوزارات والمؤسسات حتى بالنسبة للشركات حتى السوناد والستاج والكل على بعض دون استثناء بالنسبة المحطات الميترو ومحطات الحافلات كلها دون استثناء يلزم تطبيق القانون والرقابة بالفيديو والرقابة لأنه بالفعل كارثة حقيقية كارثة حقيقية لأنه فما ناس بالفعل يعني ما همشي واعين ما همشي واعين مسؤوليتهم توجه ذاتهم وتوجه الآخرين أيضا يعني هذي أمراض ممكن ما نقولش أنا راه تجنب راه الموت مصير الجميع نقولنا بشنكوا فاهم لكن فيه موت مبكر فيه أمراض وفيه يعني إعاقات ومعانات يعني على الأقل على الأقل نجود الحياة اليومية متاع المواطن تونسي ما فهماش عليش بش منقومش التدخين ما فهماش عليش بش منقلصش على الأقل بالنسبة للبعض بش نضغط وبالضغط راه الناس تقلص الاستهلاكهم للتدخين يعني أنا أعتقد أنه ضروري أنه نمشي في الاتجاه في الاتجاه التعميم وفي الاتجاه الفرض أيضا والرقابة والعقوبات المالية عقوبات مالية هي اللي تخلي يراه التونسي شوفوا أنتي فما عقوبة العقوبة هي اللي تخلي إنسان يراجح سابته إذا هو يعني التدخين وأسعار الطبق في ارتفاع مع الخطايا المالية جراء عدم احترام القانون في علاقة بمنع التدخين أنا يراجح سابته المواطن نعرف فما دي 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 نعرف صعيبة العملية فما دي كور موجودة ممكن اتباحها وفما زادة نمط حياة نتعمل حاجة يعني فما يقول لك نقلق كذا لا يجب نتعمل وفما وفما يجب يجب نتعادل لموضوع آخر ما كان أعلن عليه عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السامعي والبصري الهيئة هشام سنوسي قال ان الهيئة طلقات بريد إلكتروني من كاتب عام الحكومة التونسية أعلمها فيه بإيقاف أجور هذا القرار لا يطال موظف الهيئة وإنما أعضاء مجلسها فقط أي ثلاثة متقعدين وملحق وعضوين مباشرين وقال ان هذا الإجراء يعد ضريبة تدفعها الهيئة بسبب دفاعها عن استقلاليتها وعدم انخراطها في سياسة الولايات على حد تعبيره وقال انه الإجراء هذا إجراء غير قانوني لأنه الهيئة مستقلة ولا دخلة للحكومة فيها شنو رأيك فكريمو هذا مستقلة شكون يموال بجيئة متاحة منين يجي يعني نحب نفع مانا شو مانين بجيئة متاح الهيئة إذا بجيئة متاح الهيئة هو يف بجيئة الهيئة إذا فنانسي دونك لطوريتي متاح شكون يمنح السلطة في الدستور ما فماش ضروري همش قول هالك منتها يعني من الأخر قال الراشق هي المفروض المفروض توجد هيئة هيكة وإلا مجلس أعلى كما في فرنسا مفروض يتوجد كهيكل تعديلي وتوجيهي وتأطيري للإعلام سيب فوضى أعلامية في البلاد مسألة خطيرة فوضى أعلامية يعني دونك أنا في تصوري في اعتقادي يفوك ليه يلوى أورغانيك بتات ما نعرش التخريج القانونية ما نجموش نقعدو هكا من غير هيئة تعديلية مرجع نظر مش مرجع نظر فقط بالعصار أو تمارس في يعني يزم نقول أنا يهبط كام بالخطايا وبالضرب لا لا يهبط زادا كذلك ينزل مشاريع تتكوين تعامل الدول هو يشرف عليه يعني أما مش تخلي فراغ سي دانجور ما نرش نوجة نظر كيف هو تقييمك لأداء الهيكا أنا شخصيا كمتابعة نقول الهيكا شفتها حاضرة خاصة في الخطايا يعني أنا ما شفتش الحقيقة يمكن ما في بليش ما شفتش أنه لفت نظر أنه تأطير أنه فسح مجال للتكوين أنه تعاون يعني دولي في سياق تأهيل الإعلاميين سينيبالو سينديكا الهيكا مايش سينديكا ماي الهيكا زادا ما يمكن أن يجلب الفرص والإمكانات للارتقاء بالمهنة ودونك أنا جكروا كبون بالنسبة لفترة اللي تعدات زادا في التجربة هي كانت تجربة أنا مع أنصار المنهج التجريبي جربنا ملقة فراغ زادا إلى حد كبير يعني ينسبوا لها مواقف يقولوا بخلفيات سياسية ما نعرش موينش متأكد من هذا ماي أنا في انطباعي موقفي الشخص يعني ويلزم يتوجد هيكل متع إشراف هيكل متع تعديل أنه العركة كما تعرف أنت في مرحلة معينة عركة مع بعض القنوات كما مع النسمة بار اكزامبل هذه المحطة اللي عشناها نحنا في علاقة بالهايكا جدال الكبير وقت اللي أنت عندك نعطيك نعطيك نأكزامبل يبنى أنت عندك وقت اللي جاء الفكرة متع النسمة متع تجميع الإذاعات الجهوية والتي هي القاترة متاح جاء وقالوا لا وممنوع ومنارش 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 تجربة محطة يجب نبني على التقييم يجب نقيم طريقة موضوعية في بات الموضوع الحرب المواقع والحرب الأشخاص تعنيني الأشخاص تعنيني المواقع فما تجربة يجب نقيمها باش نعرف فهنا تيجاه نمشي موش طبيعي أنه نبقى من غير هايئة تعديلية موش طبيعي أنه نبقى من غير هايئة عندها سلطة الإشراف باش تنبه أنا جوري بني ما نقاش العقوبات المالية لأنه شفنا هؤلاء المدخل طور الإفلاس يعني في كل عقوبة في كل ملاحظة ستين مليون تسعين ميتين ما قامت السلطات التركية بإيقاف 33 شخص يشتبه في تجسسهم لصالح جهاز مخابرات الكيان السورية الموساد هذي وفق ما أفادت وسائل الإعلام محلية وأوضحت طبعا تركيا وأوضحت أنه هؤلاء ووقفوا خلال عمليات أمنية في ثماني ولايات محيطة بإسطنبول مشيرة إلى أن مهامهم كانت تشمل تنفيذ عمليات خطف واستطلاع المدعي العام التركي أمر باعتقال 46 مشتبه في تورطهم في مخطط للموساد لاستهداف أجانب في تركيا فيما تم القبض على 33 منهم ويجري حاليا البحث عن 13 آخرين هاربين ووفق المعلومات فإنه الموساد كان يهدف ويخطط لاختطاف أجانب من تركيا بينهم أعضاء من حركة حماس والحصول على معلومات تتعلق بالفلسطينيين المقيمين في الأراضي التركية جهاز الموساد اللي على تونس وقتيل الشهيد محمد الزوغيري وكيف كيف بنفس الطريقة في تركيا وأكيد في عدد دول أخرى معنات هذي تركيا كشفت على هذي وعدد دول أخرى ممكن أصلا ما في بيلهج المعلومة المعلومة هذه تتقاطع مع ما حصل في بيروت البارحة يعني واضح أن الموساد دخل في مرحلة جديدة في عملية جديدة واسعة في كل بلدان العالم في تصفيد قيادة حماس وقيادات حماس ومصادر التمويل ومصادر الإخبار والتكوين ويعني حرب الآن نقلت إسرائيل الحرب يعني أنا شخصيا كنت في البداية كنت أود أني نطرح فكرة أنه المواجهة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل تكون في كل بقاء العالم لكن يبدو أن إسرائيل هي من انتهجت هذا النهج لكن في علاقة بتركيا يعني الأفضل أنه يتم قطع العلاقات مع إسرائيل يعني أردوغان لست أعلم كيف يفكر أردوغان يعني لا يزال يقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل مع هذا النشاط المنتهك للسيادة التركية نشاط من أجل تصفيد عناصر ونشاطاء لحركة حماس على أراضي التركية أعتقد أنه هذه فرصة ومناسبة لكي يتخلص أردوغان من ازدواجية الخطاب وازدواجية المواقف والمواقف بطابقين طابق أول مع القضية فلسطينية وطابق ثاني يوهيد الإسرائيل من تركيا نمشي لبيروت بيروت البيرحة اللي عاشت على وقع انفجار أدى إلى اغتيال قيادي في حركة حماس دونك بيروت مرة أخرى الكيان السهوني يستهدف مكتب حماس في التفاصيل تفاصيل للخبار البيرحة كانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أوردت نوتايرة مسايرة إسرائيلية قصفت مكتب لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله مضيفة أنه بعض الأشخاص أصيبوا المسايرة الإسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد من الجرحة ووصلت سايرات الإسعاف إلى المنطقة وأستشهد خلال هذا الهجوم أربع أشخاص من بينهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري وهو من كبار قادة حركة حماس والمؤسسين الأوائل جناحا المسلح كتائب عز الدين القسام يعني تاريخ نضالي للعروري نجمه تطلع يعني على تفاصيل سيرته الذاتية تلقوا أنه عنده تاريخ في النضال والمقاومة في حركة المقاومة حماس ضد الكيان السوني لون كذا طبعا كان عنده عدة تداعيات رئيس الحكومة اللبنانية يقول أنه انفجار ضحية جريمة صهيونية جديدة تعليقات ومحللين يقولوا أنه ناتنياهو مهزوم في غزة ويحاول جر الكيان إلى حرب إقليمية لدرء الخسارة متاعه إيران تكلمت بدورها قالت أنه اغتيال العروري انتهاء لبنان حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين شرقي لبنان ردا على هذا الاستهداف وكيف ما قلت لكم فم شهداء أخرين إضافة إلى العروري وحزب الله يتوعد ويقول أنه هذا الاغتيال لن يمر دون عقاب وطبعا حاليا نتم الحديث على أنه هذا بشجر لبنان إلى حرب مباشرة مع الكيان الصيوم أكيد عملية نوعيا تسجل منعرج الدخول إلى الجبهات الخارجية الآن المواجهة ليست فقط في غزة دخول إلى فتح الساحات كل الساحات الآن في العالم تفتح على الساحة الغزاوية والمواجهة في تقديري ستستمر مخطط نتنياهو أكيد أنه يترنح في الداخل الإسرائيلي والهدف هو إدامة الحرب إيطالة الحرب وتنويع المواجهات بطريقة تجعل سقوط الحكومة عملية غير مناسبة نقول سياسيا بالنسبة لوضع النظام السياسي في إسرائيل بالطبع العملية انتهاك للسيادة اللبنانية لكن تعودت لبنان على انتهاك السيادة إما بالوكالة كما هو الحال بالنسبة لإيران وإما بصفة ديبلوماسية على الطريقة الفرنسية في علاقة بالعهد مع الموارنة لكن بكل تأكيد أن هذا سيدفع في المنطقة نحو مزيد التوتر على الرغم من سياسات ضبط النفس التي تمارسها إيران ويمارسها حزب الله أيضا في الداخل اللبناني عمليات محدودة وبكل تأكيد الحضور العسكري الأمريكي من شأنه أن يقنع كل الأطراف بأن تبقى العملية محدودة لكن الحرب مع غزة والحرب مع حماس ستكون حرب مفتوحة على مختلف الجبهات المنطقة العربية على صفيح ساخن ليس فقط الشرق الأوسط نشاط الموساد سيكون متساعد وسيصع نتنياهو إلى تسجيل نقاط على هذه الشاكلة وبالتالي الانتباه الانتباه الحراك الإرهابي على الشاكلة المخابراتية أو التنظيمات الكلاسيكية للإرهاب الإسلاموي بكل تأكيد سيتحرك هذه الأيام أعتقد أن فيه دفع نحو تفجير الأوضاع ولو بطريقة جزئية لا يمكن لنتنياهو أن ينسحب من غزة ومن الحرب دون أن يسجل نقاط هذه النقاط مهما كانت الكلفة كلفتها باهضة جدا بالنسبة لأرواح الجنود الإسرائيليين بالنسبة للعتاد بالنسبة للكلفة المالية والاقتصادية لكن يصر على أن يواصل هذا والطبع تحت رعاية وبميظلة أمريكية لعله يسجل بعض النقاط واضح شكرا لي كانت هذه لجوغنال